مرحباً رحباً رحباً اللغة الإنجليزية. قد الفقرين ان شاء الله سنرى بعض العبارات التي لها علاقة بموضوع يعني فيعل يعني فيعل كان كما لو نقول. إذن سنرى بعض الامتلاق لاستعمالات هذا الفعل. كما لاحظنا فيما سابق بأن صرف فعل توبي أنه تتمحور حول ثلاثة أشكال. إما أنه تكون عندنا عام نقول أيام أو تكون عندنا are. نقول. you are. you are. ثم. he is. is. لا هذه is بحدة. تبقى تتكلم على are. تكون عندنا you are. ثم. we are. we are. you are. they are. نعم. إذن هذو الدمائر تتكون معهم هاد are. ثم عندنا is. is تتكون مع. he is. he is. he is. تتكون مع هي. ثم. she. she is. يعني تتكون مع الشي. ثم تتكون عندنا مع. it. مع it. إذن نقول it is. it is. إذن هذو الأشكال الثلاثة. ليفعل توبي. طبعاً في البخيزون. إذن سنضع إحدى هذه الأشكال في العبارة التالية. إذن عندنا I. ثم عندنا happy. happy. يعني فارح. مصرور. إذن عندنا I. ثم happy. إذن ماذا يمكن أن نقول? I am happy. I am happy. إذن نقول I am happy. I am happy. I am happy. يعني أنا. سعيد. أنا فارح. إذن نقول I am happy. I am happy. أو you are happy. I am happy يعني أنا سعيد. you are happy. يعني أنت سعيد. إذن I am happy أعيد I am happy I am happy I am happy يعني أنا سعيد You are happy You are happy He is happy He is happy She is happy She is happy قدرنا نقوله It is happy لا حقا شيء غير غير عقل قدرنا نقوله حيوان مثلا It is happy يعني أنا دل حيوان فارح ممكن إذن أعلينا نحن مجموعنا شخص نقوله We are happy We are happy We are happy نصان 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 يعني نحن سعادات نصان نصان أعيد نصان نصان يعني نحن سعادات Vous êtes Vous êtes content Vous êtes content المقابل You are happy You are happy You are happy أنتم être parfaitement content avec quelque chose to be ممكن أننا نصرفه ممكن أننا نصرفه نقول مثلا I am perfectly happy with him I am perfectly happy with him يعني أنا أنا فارح بشكل كبير معه أو معها I am perfectly happy with him أو with it أو with it يعني مع واحد شيء معين I am perfectly happy with it يعني أنا فارح بشكل كبير أنا سعيد بشكل كبير مع هذا الشيء ماذا سأقول ماذا سأقول I am perfectly happy with it with it يعني أنا فارح بشكل كبير كمانا نقول كامل مع هذا الشيء من يتنقوله to be perfectly happy with someone أو بي كما عندنا هنا with something يعني أنتم تكلمه على شخص كيف مكان to be أن يكون المقصود بأن يكون أن تكون أن نكون إلى آخره لأن الفعل ما مصرفش هنا to be perfectly happy with something أن تكون فارحا بشكل كبير مع الشيء أن تكون تنقوله على أي شخص ولكن عندما أريد أن أنسب العبارة لنفسي طبعا سأصرف to be على حسب ما أريد إذا سأنسب to be لنفسي ماذا أقول I am I am I am I am إذا لك أنسب العبارة لنفسي طبعا سأنسب to be سأنسبه لنفسي ماذا أقول ماذا أقول I am perfectly happy with someone I am perfectly إذا أقول I am perfectly I am perfectly happy with someone I am perfectly happy with someone يعني أنا فارحا أنا سعيد بشكل كبير مع شخصينما هات ساموان المقصود بها كلكا جسوي تخي كونتون عذي كلكا يعني أنا فارحا مع شخصينما جسوي تخي كونتون عذي كلكا ولكن هات ساموان أو كلكا ممكن أن نعوضها بشخص أو بشيء مؤين يك ممكن نقول مثلا I am perfectly happy with أحمد أنا سعيد جدا مع أحمد أو أنا سعيدة جدا مع أحمد أو مثلا I am perfectly happy تقول صديقة عن صديقتي مثلا with راشيدة مثلا I am perfectly happy with راشيدة أنا فارحة جدا عندما أكون مع راشيدة مثلا إذن ممكن أنك تضع متشا ممكن أنك تتكلم عن شخص أمامك تقول له You are happy You are perfectly happy You are perfectly happy with your new job You are perfectly happy You are perfectly happy You are perfectly happy You are perfectly happy أنت أو أنت سعيدة أو سعيدة جدا أه؟ With your new job With your new job With your new job Your new job Your new job Job You are perfectly happy with your new job أنت أو أنت حيثت هدّة كما رأينا فيما سابق أجب عليك تكشيل أنت منذكر إذن You are perfectly happy with your new job أجب عليك أنت سعيدة يغارف أنت أو أنت حيثت هدّة طبعا كما رأينا فيما سابق أجب عليك تكشيل أنت منذكر إذن أنت سعيد أو سعيدة بأمالك أو بوظيفتك الجديدة إذن في اللغة الفرنسية نقول إذن أنت سعيد جدا بأمالك أو وظيفتك الجديدة طبعا ممكن أننا نعود العبارة بعبارة أحسن نقول يعني أنت راد جدا يعني أنتم رادون جدا لعملكم الجديد يعني لعملكم الجديد يعني أنتم سعيدون جدا أو رادون جدا كما عندنا هنا يعني أننا 14 شخصين يعني أننا 14 شخصين إذن هنا يعني أنتم رادون بشكل كامل لعملكم الجديد إذن كما قلنا يعني أنتم رادون أو فريحون جدا بعملكم الجديد إذن عندنا هناك الجملة الثانية ثم عندنا سكارد 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 مقصود لا إفخيي إفخيي يعني أنك تفزع يعني أنك تتخلع شو حتيجو تقفزك بوحد ده الشكل مائين تفاجأك باش يقفزك باش تقفز من الخوف إذن تتكلم على الفزع إذن أنك تفزع شخصا The verb is to scare إذن فعل هو أفزع إفخيي to scare to scare to scare هنستعملوا the verb to be هنستعملوا هنا هنصرفوا معي You are scared آه You are scared You are scared يعني أنت مفزو أمتي You are scared أنت مفزو You are scared You are scared نقول مثلا I don't scare easily I don't scare easily شو مقصود بها أنا لا أفزع بشكل سهل المقصود بأنني لست إنسان أخاف نقول لا أنا لست إنسان أخاف جونس و بابر يعني أنا لست خوافا إذن عشان نقوله I don't scare easily I don't scare easily أنا لا أخاف بسهولة easily المقصود بها بسهولة نقول عن شيء بأنه easy المقصود بي بأنه سهل فسيل نقول عن شيء نصيفه بأنه easy لنقصود بأنه سهل إذن easily easily بسهولة I don't scare easily يعني أنا لا أخاف لا أفزع بسهولة إذن لنفرد أنا شوية تيجيك على غفلة تيبغي فزعك إذن ماذا تقول له I don't scare easily أنا لا أفزع بسهولة I don't scare easily I don't scare easily I don't scare easily تتشوف هنا هاد أ تتنطق بحال إي وهاد إي تتنطق بحال أ ثم عندنا هاد إي جراج تتنطق بحال أ أكسون easily إذن لغة الإنجليزية يعني أن الكلمات التي تكتب الكتابة لا علاقة لها تقريبا بالنطق إلا بوحد الشكل بسيط إذن التي هنفتشي كله أنك تشوف الكلمة وتعقل عن النطق دياله كل كلمة تتشوفها تتعقل عليها ومع المدة طبعا بمجرد أنك تشوف الكلمة تتعرف النطق دياله طبعا مع الوقت بمجرد أنك تنظر الكلمة طبعا ستعرف ما هو نطقها إلى آخره وتتعود عليها إذن I don't scare easily I don't scare easily I don't scare I don't scare easily I don't scare easily تماما إذن جنبنا في الطابة فسيلمة يعني أنا لا أخاف بسهولة ثم عندنا هاد ثم عندنا سمال 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 مقصد بها صغير سمال إذن لما نقول عليه هو صغير he is small آه he is small he is small he is small he is small سهلة 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 إذن نقول he is small he is small هو صغير إذن لما نقول عليه هو صغير إذن نقول عليه بتي يعني هو صغير غير هو الفرق ممكن أننا نقول she is بالنسبة له هي she is small تتبقى نفس الشيء في الفرنسية علينا أن نقول أهلي 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 petite أهلي 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 لكن في الإنجليزية نقول she is small she is small تتبقى نفسها she is small she is small هنا عندنا he is small he is small إلي petit نقول مثلا she wrote it in small letters هي كتبته بحرف صغيرة مثلا البنت كتبت شي حاجة بحرف صغيرة إذن بدأ نقول she wrote it in small letters the verb is to write يعني فعل كتبة سلا بحرف إيك خير شراتت يعني هي كتبته في الماضي شراتت in small letters شراتت in small letters هي كتبته بحرف صغيرة إذن عندنا small letters أحرف صغيرة ثم عندنا surprise يعني فوجئة the verb is to surprise يعني فعل فجأة حالة نتتكلم على لغرب surprende لغرب surprende يعني فعل فجأة في اللغة الفرنسية surprende إذن the verb is to surprise إذن الفعل هو فجأة إذن كمنا نتكلم عن surprende لغرب surprende ثم عندنا it ثم brown ثم brown بني بني مع إذن ماذا سنقول it إذن تنتكلم على شيء واحد وقيلة على شيء شخص وقيلة لا غير العاقل وعلى الحيوان صفة أم حاجة غير عاقلة غير الإنسان غير الإنسان نقول عنه it إذن كم عندنا brown يعني أنه بني brown يعني بني يعني معه معه إذن ماذا سنضعنا إذن ماذا سنقول it is brown it is brown يعني وبني it is brown 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 إذن مرحن أبري كيسكونا أبري أبري young young سنقصود بي john شنه john شر شاب 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 مش شر شاب شاب يعني شوحد في مقتبل العمر نقول عنه young وبه john لغة فرنسية إذن نقول عنه نحن بأننا شباب نحن في عمر الشباب 18 18 عام أكتر أو أقل إذن نتكلم عن young إذن نتكلم عن شاب إذن we ماذا نقول we are young إذن إذن أردنا أن نقول نحن شباب ماذا نقول we are young we are young we are young إذن نصال young نصال young نحن شباب ثم عندنا you ثم tall you tall إذن ماذا نقول tall لنحن tall طويل ثم عندنا tall tall you are 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 tall يعني كما نقول أنك أنت طويل أو كبير you are tall you are tall to you go يعني أنت كبير ثم عندنا they they ثم old old مقصود بها قديم قديم أو كبير سين أو كبير سين أو عجوز ثم عندنا they ثم old they old they يعني هم in أذك s أو l أذك s ثم old old يعني vier أو انسية الأغير قديم أو أنه كبير سين إذن نطلق عليه old إذن نقول ماذا they they are old they are old إذن هد the verb to be ما ذي تنقول they are they are old يعني هم كبير سين أو أنهم قدن they are old تنتكلم لش حاجة قديمة they are old إل صن vieux أو بيه أل صن أو بيه أل صن vie إل صن vieux أل صن vie يعني هم كبير سين هم كبير سين أو هن كبيرات السين they are old they are old يك نقول مثلا old town road طريق المدينة القديم من لي تتريد تصول شيئا هدعي السين ديره عندما تريد أن تسأل شخصا عن سينه ماذا تقول له how old are you how old are you how old are you كما نقول كم قديم أنت كم قديم أنت are you عندنا ذلك the verb to بهنا are you you are يعني أنتم أو أنت إذن how old are you كم قديم أنت how old are you المقصود كم عندك من السين عندما نقول عن شيء بأنه قديم المقصود بأن سنه طويل آه المقصود بأنه عنده العديد من السماوات نفس الشيء مع الإنسان عندما يكون سنه كبيرا المقصود أنه قديم ليك هذا الشيء إذن how old are you كم أنت قديم نقول مثلا تجواب I am 16 years old I am 16 years old يعني أنا عندي 16 عاما قديما كم اللي نقول I am 16 years old I am 16 years old years المقصود بأنه سنوات year يعني السنة years يعني السنوات I am 16 years old كم اللي نقول هنا أنا 16 عاما قديما تتستعمل أطر هنا تتستعمل أطر على عكس اللغة الفرنسية نقول مثلا جي سيزان جي سيزان تستعمل أفوار في اللغة الفرنسية نستعمل أفوار وليس أطر طبعا أفوار في اللغة الإنجليزية اللي هو توهاف توهاف يك هذا قد نشوفه من بعد إذن نقول I am 16 years old أنا 16 عاما قديما إذن نقول I am 16 years old إذن يالن نقصد بأول سنة years يعني السنوات عندنا 16 years old 16 years old I am 16 years old إذن كما تلاحظوا بأن في الإنجليزية نستعمل لغة الفرنسية بينما في اللغة الفرنسية نستعمل لغة الفرنسية نقول جي سيزان نقول جي سيزان يعني أنا عندي 16 عاما جي سيزان أنا عندي 16 عاما طبعا في اللغة الإنجليزية كما قلنا I am 16 years old أنا 16 عاما قديما إذن عندنا هنا جاك ثم بريزيلي إذن ماذا نقول إذن عندنا جاك ثم بريزيلي سنقول عن جاك بأنه برازيلي إذن عندنا جاك ثم بريزيلي ماذا سنقول جاك Cum بريزيلي إذن جاك Bold cartridges يعني أن جاك هو برازيلي من برازيل ثم عندنا دي دوك دي ثم عندنا بلاك إذا الكلب ثم عندنا أسود إذا لوشيا نوار لوشيا نوار دي دوك ثم عندنا بلاك إذا ماذا سنقول إذا ما ستعملوا ذي برب توبي هنا يا ماذا سنقول دي دوك دي دوك إز بلاك آه دي دوك إز بلاك دي دوك إز بلاك إذا لوشيا نوار دي دوك إز بلاك لوشيا نوار لوشيا نوار دي دوك إز بلاك الكلب أسود كما لاحظت هذه بعض الحالات الاستعمالات لو ظهب توبي اذا نستكمل في الحلقات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة